ستتعلمون في هذا الدرس عن أعراض مرض السكري وطريقة تشخيصه تذكروا أن مرض السكري هو مجموعة من الاضطرابات الناتجة عن عدة أسباب مختلفة تؤدي إلى الإصابة به وبالرغم من ذلك فإن جميع أنواع السكري يتم تشخيصها بنفس الطريقة أي من خلال مجموعة من الفحوصات التشخيصية ومراقبة الأعراض السريرية سأبدأ بذكر أعراض مرض السكري هناك نوعان من مرض السكري النوع الأول والنوع الثاني وباختلاف النوع تختلف الأعراض التي تظهر على الشخص قبل التشخيص تظهر أعراض مرض السكري بثلاث طرق وهي حادة أو شبه حادة أو بدون أعراض لنبدأ بالأعراض الحادة وهي من أكثر الأعراض شدة وخطورة ويمكن أن تهدد حياة الشخص المصاب بالنوع الأول والنوع الثاني من مرض السكري حيث تتردى حالة هذا الشخص خلال مدة زمنية قصيرة نسبياً قد لا تتجاوز بضعة أيام ومن هذه الأعراض الغثيان والقيء وآلام البطن وغالباً ما ينتج عن ذلك الجفاف الشديد الذي قد يؤدي إلى شعور الفرد بالارتباك وفقدانه للوعي أحياناً في النوع الأول من مرض السكري يعرف ذلك باسم الحماد الكيتوني السكري ورمزه DKA وتظهر الأعراض بهذه الطريقة على حوالي 30% من المرضى المصابين بالنوع الأول من السكري أما في النوع الثاني من مرض السكري فللأعراض الحادة اسم آخر وهو ما يعرف بحالة فرد الأسمولية الكيتوني ورمزه HHNS وهذه الحالة هي أقل شيوعاً بكثير من DKA حيث تظهر هذه الحالة على حوالي 2% من المرضى المصابين بالنوع الثاني من السكري والفرق بين DKA و HHNS يتعلق بالفرق بين آليات الإصابة بالنوع الأول والثاني من مرض السكري ومن أهم الفروقات بينهما هو أن حامضية جسم الشخص المصاب بالحماض الكيتوني السكري DKA ستزداد بسبب إنتاج الكيتو أسيد ومن هنا جاء اسم الحماض الكيتوني السكري أما في حالة فرد الأسمولية اللا كيتوني HHNS فلا يتم إنتاج الكيتو أسيد الطريقة الثانية التي تظهر فيها أعراض مرض السكري فهي الأعراض شبه الحادة وهذه الأعراض تتراوح بين خفيفة إلى معتدلة وتظهر خلال فترة أسابيع أو شهور فيلاحظ المريض أو ربما شخص قريب منه أن صحته ليست على ما يرام فيشعر بالتعب وزيادة العطش والتبول المتكرر وفقدان الوزن تظهر هذه الأعراض على مرض السكري من النوع الأول والثاني تظهر الأعراض قبل التشخيص بهذا الشكل على حوالي 70% من الأشخاص المصابين من نوع الأول من مرض السكري تكون هذه الأعراض شائعة كذلك عند الأشخاص المصابين من نوع الثاني من مرض السكري ولكن تكون هذه الأعراض أكثر غموضاً وقد لا يكون يصاحبها فقدان الوزن أما بالنسبة للطريقة الثالثة فلا تظهر أي أعراض ويتم الكشف عن المرض عن طريق إجراء الفحوصات يعاني حوالي 10% من السكان من النوع الثاني من مرض السكري وبسبب انتشاره الكبير وارتفاع احتمالية حدوث مضاعفات خطرة بالإضافة إلى سهولة علاجه يجب إجراء فحوصات بشكل روتيني للأشخاص البالغين الذين لديهم أي من عوامل الخطر المصاحبة لمرض السكري من النوع الثاني فمعظم حالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني يتم تشخيصها بهذه الطريقة ولكنه من النادر تشخيص مرض السكري من النوع الأول من خلال الفحوصات الروتينية لننتقل الآن إلى الفحوصات التشخيصية لمرض السكري بغض النظر عن نوع مرض السكري أو شدة أعراضه فإن الفحوصات المختبرية ضرورية لتشخيصه سأذكركم أولاً بآلية الإصابة بمرض السكري لتوضيح أهم فحصين مخبريين يتم من خلالهما تشخيص المرض تشعر خلايا بيتا في البنكرياس بارتفاع مستويات الكلوكوز في الدم فتفرز هرمون الأنسولين الذي يساعد خلايا الجسم على انتصاص هذا الكلوكوز من مجرى الدم وبالتالي تنخفض مستويات السكر في الدم وعند الإصابة بمرض السكر من النوع الأول أو الثاني فتكون المشكلة في مسار عمل الأنسولين الطبيعي في الجسم لا يتمكن الجسم من خفض مستويات الكلوكوز في الدم فتزداد مستويات الكلوكوز في الدم ويصاب الشخص بما يعرف بفرد سكر الدم ومن الآثار الجانبية لفرد سكر الدم هي عملية تعرف بالكليكوزيل وهي ارتباط غير إنزيمي بين الكلوكوز والبروتينات ومن أهم البروتينات التي تفيد في الكشف عن مرض السكري هو بروتين الهيموغلوبين الموجود داخل خلايا الدم الحمراء ففي حالة فرد سكر الدم يرتبط الكلوكوز بنسبة مرتفعة جداً من الهيموغلوبين داخل خلايا الدم الحمراء وهذا ما يعرف بالهيموغلوبين السكري أو الكليكوزيلاتي أو هيموغلوبين A1C لذلك يتم فحص نسبة الكلوكوز وهيموغلوبين A1C في الدم لتشخيص مرض السكري سأرسم هذا المخطط لأوضح لكم بعض نتائج الفحوصات التشخيصية بشكل أفضل هناك ثلاث فئات لنتائج الفحوصات التشخيصية الفئة الأولى هي المستوى الطبيعي والثانية هي المستوى الذي يرتبط بمرض السكري وبينهما فئة ثانثة تتعلق فقط بالنوع الثاني من مرض السكري وتعرف بمقدمات مرض السكري وبما أن مرض السكري من النوع الثاني يعتبر مرضاً مزمناً ويستغرق سنوات عديدة ليظهر فقد تكون نتائج الفحوصات الروتينية فوق المستوى الطبيعي ولكنها ليست شديدة لدرجة تصنيفها ضمن مستويات مرض السكري ففي هذه الحالة تسمى بمقدمات مرض السكري ويكون الأشخاص الذين تظهر نتائجهم أنهم يعانون من مقدمات مرض السكري أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في المستقبل ولهذا السبب يمكن البدء بعلاجهم من خلال نصحهم بإجراء تعديلات على نمط حياتهم مثل فقدان الوزن مثل فقدان الوزن واتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة بشكل منتظم لمنع أو تأخير ظهور مرض السكري من النوع الثاني في المستقبل كما تعلمتم سابقاً هناك نوعان رئيسيان من الفحوصات المخبرية المستخدمة لتشخيص مرض السكري وهما فحص مستويات الكلوكوس في الدم وفحص هيموغلوبين A1C ويمكن قياس مستوى السكر في الدم من خلال عدة طرق مختلفة ولكن قد تختلف النتائج باختلاف الطريقة المتبعة وبالتالي فإن الطرق الثلاثة الأكثر شيوعاً هي الاختبارات العشوائية وأثناء الصيام واختبار تحمل الكلوكوس الذي يستغرق ساعتين وسأختصره بGTT أمامكم الآن النتائج التشخيصية المختلفة وهناك بعض الأمور التي يجب الانتباه لها أولاً بغض النظر عن الطريقة المتبعة سواء كانت إجراء الاختبارات العشوائية أو اختبار تحمل الكلوكوس الذي يستغرق ساعتين ستتوافق النتائج مع مرض السكري إذا كان مستوى الكلوكوس في الدم أكبر من أو يساوي 200 ميلي جرام لكل ديسيلتر ويرمز للميلي جرام بMG أما الديسيلتر فرمزه DL ولكن تكون قيمة هذا الرقم أقل إذا تم فحص مستويات الكلوكوس في الدم أثناء الصيام ففي هذه الحالة تكون نتيجة الشخص المصاب بالسكري هي 126 ميلي جرام لكل ديسيلتر انتبهوا أن اختبار الكلوكوس العشوائي لا يمكن استخدامه لتشخيص مقدمات مرض السكري فيجب استخدام اختبار الصيام أو اختبار تحمل الكلوكوس الذي يستغرق ساعتين أما نتائج النوع الثاني من الفحوصات أي اختبار الهيموغلوبين A1C فهي أكثر قطعية ولا يؤثر توقيت الاختبار على النتيجة وبالنسبة لهذا الاختبار لا بد من تذكر قيمة واحدة فقط وهي أن النتيجة الشخص المصاب بالسكري تكون أكبر من أو تساوي 6.5% بعد أن تعلمتم عن الأعراض السريرية والفحوصات المخبرية لمرض السكري سنربط بين هذين المكوينين لنبين الطريقة التي يتم بها تشخيص مرض السكري فلا يكفي الاعتماد على أحد هذين المكوينين فقط لتشخيص المرض حيث يتم التشخيص عن طريق مزيج من الاثنين وهناك طريقتان لتشخيص مرض السكري الطريقة الأولى هي في حال ظهور أعراض مرض السكري على الفرد سواء كانت حادة أو شبه حادة فتحتاجون إلى اختبار إيجابي واحد لتشخيص مرض السكري إما الكلوكوس في الدم أو الهيموغلوبين A1C ولكن إذا لم تظهر أي أعراض على الشخص فإن تشخيص مرض السكري يتطلب اختبارين إيجابيين يفصل بينهما أسبوع واحد على الأقل ونصل بهذا إلى نهاية الدرس وأكون قد وضحت لكم طريقة تشخيص مرض السكري